اهلا بحضراتكم جديد ليستعد الآلي بقوة لهذه المباراة المهمة جدا كلام كتير هننقشه مع حضراتكم الآن في الغربال الاحتجاج إثبات موقف وماذا؟ النادي الآلي بعد فور الانتهاء من مباراة الزهاب وفوزو 2-0 أرسل احتجاج إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحقيقة احتجاج مشفوع بتقدير لمنظومة الكاف ودعوة إلى إصلاح بعض الأخطاء الموجودة في التحكيم ومطلب عادل جدا في بطولة كبيرة جدا هقولكو الاحتجاج كما ورد فيها باشواندس انتخدم النادي الآلي بشكوى عجلة لاتحاد الافريقي ضد الحكم السنغالي ماجيت اندايل الذي ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الزهاب في دور الثمانية لدور الأبطال ذكر النادي في شكوى بعض الأخطاء اللي ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التي لم يحتسبها لمهاجم الآلي محمد شريف والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مارما سانداونز الذي استخدم القوى المفرطة ضد لعب الأهلي داخل منطقة الجزاء أشار الأهلي أيضا في شكوى إلى عدم قيام الحكم بتوفير الحماية الكافية للعب الأهلي الذين تعرضوا للعنف من لعب سانداونز ولم يشهر لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة وفي المقابل قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للعب الأهلي ثلاث مرات واحدة منهم كانت للمدافع بدر بنون الحياة قبل مرور عشرين دقيقة من بداية المباراة قال إيه؟ بيتهموا بإهدار الوقت أو تضيع الوقت وده كان انزار ضد المنطق الحياة بأي حال من الأحوال أنا بس عايز الحتة دي أه انت عارف القارات ده أنا غزني أه أكتر من ضربة الجزاء أه ليه؟ أه لأن إنت لما تيجي هو المطش فين؟ في القاهرة أيو واللي حريص على أن يخرج بنتيجة إيجابية صاحب الأرض أيو أي نتيجة غير نتيجة إيجابية دي ضده صحيح فكيف يتصق مع المنطق والنتيجة لسه صفر صفر تعرف لو كانت النتيجة ساعتها لصالح النادي الأهلي كان ممكن نقول يا جوت شاف فيها يا ضد لكن أنا صفر صفر أنا عبايع وقت يعني إيه العقل ده نهيك على إنها في أول عشرين دقيقة الانظارات دي عملت ايه في لعبة الأهلي؟ كتفتهم كتفتهم طب والحمام الانظارات عملت في ايه في لعبة سان باونز حررتهم حررتهم إنه يلعبوا بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة وصلنا إلى ضربة الجزاء اللي كان الجن مطمئنن مش هتحسب عليه حاجة هو ده أخطر صفارة الحكم فريق خايف جدا من الحكم والتاني مطمئن جدا للحكم طيب قال الأهلي كمان في من غير المعقول أن يقوم لعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المبراه وأكد في شكوى أن الحكام يرتكبون أخطاء مؤثرة في هذه الأدوار الإقصائية وهو ما يترتب عليه ضياع جهود منظومة عمل بالكامل وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لعبين وتعاقد مع أجهزة فنية فضلا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القرى المختلفة في ختام شكوى أكد النادي الأهلي على ثقته الكاملة في عدالة الكاف الحفاظ على حقوق كل الأندية وبيطالب بالعدالة وحرصه على نجاح المسابقة وطالب بالتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادي مثل هذه الأخطاء والأهم بقى طالب الأهلي في مذكرته بضرورة تطبيق تقنية الفار في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة لسيما أن الأهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد مع بداية دور المجموعات خاصة أن المسابقات الأفريقية التي يعتز النادي بالمشاركة فيها مع أشقائه لا تقل عن المنافسات الأوروبية نحن نرتكب المسابقة نحن نتكلم على دور أبطال القرى نتكلم على بطولة بتؤاهل بطولة العالم وانت بتحرمني من الفار وتأجل للفار تحبسه لغاية لما تطلعه لي في الدور النهائي الأدوار الإقصائية بل دور المجموعات ما فيه فرع بتتعرض لظلم في دور المجموعات ولا تتأهل بسبب خطأ حكم مين اللي يحفظ حقها في بطولة كبيرة الكل بينشت زي ما الأهلي بقول للكاف المزيد من التطوير لها أنا متأكد أن الرئيس الاتحاد حتى لو كان يأتي من جنوب أفريقيا من نادي ساندونز لكن دي دولة كروية كبيرة صحيح واحد دول المؤسسة للاتحاد الإفريقي أي وأعتقد أنه هو بمكانته وثقافته يهمه جدا يقول أنا نقلت الاتحاد الإفريقي نقلة تانية نقلة تانية وأنا يعني يا رب أكون صح أنا متفائل بوجود الرجل ده محدش هيحصل نفسه في إطار انتماءات ضيقة على حساب أنت عملت إيه للكورة أولا الدرجة الملياردير مش عايز حاجة من الكورة ألا عايز حاجة من المنصب صحيح ثانيا جاي من دولة كروية عندها ملاعب محترم عندها البنية الأساسية عندها كل حاجة هو جاء يعني مع قليل من المساندة الحقيقية من اللي حواليه يستطيع أن يقودوا الكورة الأفريقية لأن أنت لما تشوف ألم عن نجوم الدوري الإنجليزي دلوقتي الأفريقة صحيح فعايزين حد يأخذ أفريقيا من ناحية الكوروية نبقى إيه تبقى هي برزيل العالم الجديد إن شاء الله